السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنقوم بحل هذا التمرين حول تيدي اناليج حول الشيب واللنف الى اخره. يعني هذا التمرين اه تيوري اكثر ما هو حسبيا. اه اولا اعطيت هذه المجموعة بتشويقي مطلقة لكش ناقص ايجرق بحيث ايجرق انتمي الى ا مربع. قال اه برير انا بي اي ماجوري. يعني فقط قالنا ماجوري. بعد ذلك اه اثبت ان ديراك دو اي شوي الشيب دو ا ناقص لمب دو ا. حيث دي راك دو ا هو اسمها المجموعة ليبي. اذا تابعوا معنا. اول شيء. قال ا ابرني مادم ابرني معنى اذا كان اكش ينتمي الى ا ا ام بليك ان القيمة المطلقة لكش اسغر او يشوي من ام. يعني هذه قاعدة لما اكش ينتمي الى ابرني. و ايجرق كذلك اذا كان ينتمي الى ا فان القيمة مطلقة لكش اسغر او يشوي من ام. ماذا نعرف القيمة المطلقة لx ناقص y تكون أصغر من ماذا من x زائد قيمة مطلقة لـ y وهذا أصغر أو يشوي من 2m لماذا وظفنا هذه العلاقة مع x ومع y المكتوبة هنا يعني y فاني يمكن كتابته بهذا الشكل مثلا لو تريد أن تبين أنها من نوري ماذا كيف تكون تكون أكبر أو يشوي من x ناقص y حسب خواس القيمة المطلقة ونوظف القاعدة من نوري ناجدها أكبر من am ناقص am أكبر من السفر نعم القيمة المطلقة دوما أكبر من السفر هذا تنسى فاني دوما القيمة المطلقة دوما أكبر أو يشوي من السفر يعني مباشرة نعم الآن إلى السؤال الثاني قال برهن أن direct.a تشوي ship.a ناقص لمف دوء. أولا نسمي am صغير لمف دوء وام كبير ship.a لدينا x y تمي إلى r مربع معناها ماذا معناها أن x أصغر أو يشوي من am وأكبر أو يشوي من am. لماذا؟ هنقلنا أبورني مدام x ينتمي إلى a يمكن كتابته من هذا الشكل و y كذلك يمكن كتابته من هذا الشكل لما نظر في ناقص تتغير اتجاه المتارة جهة وبعد ذلك نقوم بالجمع ناقص y مع x تصبح العبارة بهذا الشكل كما تلاحظون هنا وهنا نطبق خواس قيمة المطلقة معناها ماذا قيمة مطلقة ل x ناقص أصغر أو يشوي من am ناقص am ماذا نلاحظ أن بي ماجوري يعني هذه العبارة قمنا بحصرها في الجهة العليا وأصبحت ماجوري ب am ناقص am معناها ماذا؟ معناها أن حسب القانون أن الماجوري دوم أكبر من am كبيرا ناقص am صغيرا أكبر أو يشوي من shib do a والأم كبيرا قلنا ليسمينا shib do a والأم صغيرا لم دو a هذه العبارة معناها ماذا؟ معناها أن shib do a left do a نعم shib do a ناقص لم دو a أكبر أو يشوي من ذلك العبارة التي نود برهن عليها لكن هنا لدينا دوبل يعني لدينا مترجحتين نقول أكبر وأصغر من جهة وأصغر أكبر أو يشوي من جهة وأصغر أو يشوي من جهة إذا كانت لدينا A أكبر أو يشوي من B وB أصغر أو يشوي من A فإن A يشوي B نريد تطبيق دوبلينيغاليتي يعني هذه الخاصة نتبقى في التمرين إذن الجهة الأولى قمنا البرهان عليها الآن ماذا نحتاج نحتاج إلى جهة أم كبيرة ناقص أم صغيرة أكبر أو يشوي من درق دوءها إذا الجهة الأولى قمنا بالبرهان عليها هنا الآن إلى جهة ثانية لدينا إبسلون أكبر أو يشوي من الصفر بي ينتمي إلى بي معنى أن بي أكبر من أم كبيرة ناقص أم ناقص ناقص إبسلون واضح هذا الأمر إذن الآن ماذا لدينا لدينا إكس ينتمي إلى أم واربع هنا نوظف قانون الخاصة على لكارة استيكتالابور نوظفه هنا ماذا لدينا هنا حتما سيكون إكس أكبر أو يشوي من أم ناقص إبسلون الثنين وهنا إيقراك أصغر أو يشوي من أم زائد إبسلون الثنين هنا تلاحظون أننا قمنا بتوظيف لكارة كاركتريستيك تعلابورن سيبيرو أمفريون هذه الخاصية وظفنا هنا قاعدة تاحة ثانية وظفنا هنا إذن بعد ذلك ماذا نقوم نقوم بطرح إكس ناقص إيقراك قواعد طرح واضح كيف أن نقوم بها نقوم بضرب إيقراك في ناقص تغير إتيجة المترجحة لما نقوم بالجمعة الطرفين تنتج لنا هذه العلاقة كما تلاحظون هنا إذن هذا معناه ماذا معناه أن القيمة المطلقة تكون أكبر من هذا كله وماذا نعرف نعرف إذا كان A أكبر أو مثلا لدينا A أكبر أو يشوي من B ناقص إبسلون معناه حتما أن حتما سيكون B أكبر أو يشوي من A لأن هنا عندما نقوم بالنزع الإبسلون فإن هذا الجزء يصبح أكبر أو يشوي من X ناقص إيقراك مع القيمة المطلقة إذن قمنا بالبرهن في الجهات اليسار والجهات اليمين أمبليك أن ديرك دواء سيسيب دواء ناقص لمب دواء يعني فقط وقف الفيديو وراء في الأخير وقف فيديو وركز مع هذه الإجابة حتى تفهم إذن شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم